في هذا الشريط المصور كانت مجموعة من قراصنة الانترنت تدعى أنونموس هددت إسرائيل بوقف عضوانها على قطاع غزة أو أن تتحمل الهجمات على مواقع إلكترونية إسرائيلية تمكنت المجموعة بالفعل من تعطيل مواقع حكومية لفترة وجيزة كما نشرت مئات الأسماء والمعلومات الشخصية التابعة لداعمي إسرائيل في أمريكا رغم ما حدث يقول الخبراء أن تأثير أنونموس بقي محدودا هناك حروب إعلامية على تويتر وفيسبوك ووسائل الاتصال الاجتماعية لكن في الصراع الحالي مع غزة من الواضح أن ما يتم نشره هو أكثر أهمية مما يحصل فعليا على الأرض فهنا الإيهام أقوى من الواقع وأنونموس أثارت ضجة إعلامية لا أكثر الحرب الإعلامية كانت قد بدأت بالفعل مع إعلان الجيش الإسرائيلي الحملة العسكرية ضد قطاع غزة عبر صفحة تويتر تحولت مجموعة أنونموس إلى طرف في الحرب الإعلامية منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة الآن سنجري اتصالا مع أحد أعضاء هذه المجموعة وهو في ضواحي نيويورك وسنسأله عن الهجمات المكثفة التي قامت بها المجموعة ضد عدد من المواقع الإلكترونية الإسرائيلية بناء على طلبه أخفينا هوية الشاب الأمريكي لأن القرصنة تبقى عملا غير شرعي يعاقبه عليه القانون الأمريكي استخدمنا وسائل الاتصال الاجتماعي وأرسلنا للفلسطينيين في غزة خطوات تسمح لهم الاتصال بالإنترنت عبر أجهزة الجوال أو الهاتف الأرضي أنا لم أزور الشرق الأوسط في حياتي ولم أخرج حتى من بلدي لكنني بدأت أهتم بالصراع منذ أن سمعت عن الأعمال الإسرائيلية غير الإنسانية والتهديدات بقطع وسائل الاتصال عن الفلسطينيين نحن نعتمد على الانترنت للتواصل وبث المعلومات وحرمان أي شخص من هنا هو عمل غير إنساني تقول إسرائيل إنها تعرضت لأكثر من خمسين مليون هجوم إلكتروني وقد تمع صدها ومهما كان تأثير أنونمس على هذه الحرب فمن الواضح أن دورهم سيزداد تأثيرا في الصراعات المقبلة جسل مورسكاينيوز عربية واشنطن